رفض رجال أعبال فلسطينيون كبار خطة الولايات المتحدة لعقد مؤتمر اقتصادي في البحرين الذي أصبح بمثابة مقدمة خطة السلام في الشرق الأوسط التي يتبنىها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع مناشدة واشنطن للفلسطينيين والقادة العرب حضور المؤتمر الذي سينعقد في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو حزيران انضم رجال الأعمال الفلسطينيون إلى السياسيين في القول بأن مطالبهم السياسية يجب تلبيتها في أي خطة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأبدى منظم استطلاعات الرأي والمحللون الفلسطينيون أيضا شكوكا عميقة حول أحدث حلقة في سلسلة جهود السلام الأمريكية الطويلة والتي يقودها هذه المرة جاريد كوشنر صهر ترامب ومبعوث الشرق الأوسطي جيسون جريمبلوت وتأتي المبادرة الأمريكية في أعقاب تصاعد القتال عبر الحدود بين المسلحين في غزة وإسرائيل ومع استمرار غضب الفلسطينيين من الدعم السياسي الذي يقدمه ترامب لإسرائيل بما في ذلك قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لها وقال عرفات عصفور رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بالتريد الذي يضم أكثر من 300 عضو في الضفة الغربية وغزة إن المشكلات السياسية التي لم يتم حلها مثل القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والأفراد في الأراضي المحتلة هي التي تحول دون الاستثمار الأجنبي منذ فترة طويلة وقال عصفور إن مركزه رفض الذهاب إلى البحرين وترح تساؤلا كيف تنتظر أن يستثمر الناس في فلسطين إذا كانوا لا يستطيعون الدخول إذا كانوا لا يملكون السيطرة ولا يتوافر لديهم إطار العمل القانوني وبيئة الأعمال لحماية أنشطتهم وعارضت السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية مبادرة البحرين بقوة بعد مرور عام ونصف العام على رفض صفقة مع إدارة ترامب يقولون إنها منحازة لإسرائيل ترجمة نانسي قنقر